الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وتم التصليم أيها الكرام اختاروا أصحابكم بعناية في صدر الإسلام كان المشركون يأتون إلى المسلمين ويقولون اتبعوا سبيلنا لا تتبعوا محمد وسنحمل عنكم خطاياكم يوم القيامة ألا يمر عليك الآن في هذا الزمن بعض الأصحاب ويقول لك ذنبك علي وأنا المسؤول هذا إذن ليست بالحيلة الجديدة حيلة قديمة موجودة والله سبحانه وتعالى ماذا قال عنهم؟ قال يحملون لأثقالهم وأثقالا مع أثقالهم سوف يكون حمل على حمل فهل تريد أن تكون كذلك؟ إن إبراهيم الخليل لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه ونوح تبرأ من ابنه لماذا؟ لأنه عمل غير صالح ويوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا كذلك يريهم الله أعمالهم حسارات عليهم وما هم بخارجين من النار وأعظم موقف هو تبرأ الشيطان من أتباعه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيه يوم القيامة يا كرام يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه انتبه لنفسك وحصن نفسك فالقرين إما أن يرفعك وإما أن يخفضك فاختر قرينك بعناية أسأل الله أن يرزقنا رفقة طيبة نأخذ بأيدينا نحن وهم حتى نصل إلى جنة الله عز وجل صلى الله وسلم على نبينا محمد شكرا